يا بندقي قولي لهم جمهورية هذا الصنم يسقط وذا شعبي معي يسعى إلى دولة نظم دستورية ما همني من بعد قتله مصرعي أهم شيء تحيي اليمن جمهورية بهذه الكلمات أعلن علي ناصر الكردعي البيان رقم واحد لثورة اليمنيين الأولى في التاريخ المعاصر وأطلق من بندقيته الرصاصة الأولى في رأس الإمام يحيى ومشروع الإمامة في اليمن في ذات الوقت أشعل الكردعي ورفاقه ما سمي بثورة دستور ضد نظام الكهنوت الإمامي في فبراير من العام 1948 كان أول هدف الثورة التخلص من الإمام يحيى حميد الدين لكن خطة الثوار لم تكتمل فقد أخفق الهدف الثاني وهو التخلص من الإمام أحمد الذي كان يحكم تعز فر الإمام أحمد إلى حجه وبدأ بتأليب القبائل وتكفير من قاموا بالثورة والدعوة إلى قتالهم ولم تمضي أسابع قليلة حتى تمكن من اشتياح صنعاء والعودة إليها حاكما من جديد كانت ثورة الدستور أولى محطات الثورة من أجل الجمهورية والكرامة ترتها محطات أبرزها محطة 1955 ومن ثم محطة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة في عام 1962 والتي قضت على نظام الكهنوت الإمامي وأعلنت ميلاد الجمهورية اليمنية اليوم وبعد أكثر من سبعين عاما على الشرارة الأولى ضد مشروع الإمامة لا يزال هذا المشروع يشكل خطرا وجوديا على الجمهورية والدولة اليمنية وينهش في نسيجها الاجتماعي وكيانها الوطني شكل انقلاب الحوثيين الإماميين اليوم صورة مكثفة لذات المشروع الكهنوتي المستبد الذي نكل باليمنيين منذ مئات سنوات كان القردعي أديبا وشاعرا مفوها وخاض مساجلات شعرية مشهورة مع عتاولة الإمامة بالحرف والكلمة وقد شكل إنتاجه الأدبي تراثا ثوريا ووطنيا ملهما في مقارعة الإمامة وحكامها المستبدين كتل الإمام أحمد الثائر القردعي وعلك رأسه في مدخل صنعاء لكن روح القردعي سكن تجدان آلاف اليمنيين عبر الأجيال اللاحقة وعن جبت الأرض ألف قردعي يقاومون الإمامة والاستبداد اليوم ويواصلون نهجه في خوض معركة الكرامة والمواطنة المتساوية لكل اليمنيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة